بفعل تصحيح الأجور توترت العلاقة بين أهل الحكومة الواحدة وتحديدا بين التيار الوطني الحر وحزب الله القضية بدأت مع طرح وزير العمل مشروعه بشأن الأجور على طاولة مجلس الوزراء فطرح رئيس الحكومة مشروعا آخر حاز على قبول غالبية الوزراء بمن فيهم وزراء الحزب علما أن السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله كان دعا صراحة في مراسم اليوم العاشر من عشراء إلى دعم وتحقيق مطالب التغيير والإصلاح الأمر كان مفاجئ لألنا أنه كنا منتظرين فعلا منتظرين أنه نكون مواكبين بهذا المشروع ليس فقط من الحلفاء كل المخلصين كان لازم يعطوا هذا المشروع حظه بالوصول التي توصل للناس حواء طب عرفت لهلأ شو الأسباب التي دفعت الحلفاء وتحديدا مزراء حزب الله أنه ما يجيروكم بهذا الموضوع لدينا تخمينات بهذا الموضوع يمكن خطأ يمكن خطأ بالتنسيق يمكن بدون يسرعوا الأمور يمكن شوفوه هذا متوفر أكثر وقابل نعطي شيء قبل آخر السنة طبعا يصير فيه تأجيل ونتأجيل لتأجيل ما بعرف شو الخلفيات ولكن هذا أمر مؤسف فعلا مؤسف أبعد من الأسف تحدث نواب من التيار الوطني الحر عن ضرورة إعادة النظر في التحالفات هذا الأمر يستبعده وزير الثقافة مشيرا إلى أن قطاعات تابعة لحزب الله عادت ورفضت القرار الذي صدر بشأن الأجور ما يعني أن في القضية التباسا ما نحن بنطلب عملنا السياسي بمصلحة المواطنين كل المواطنين والتحالفات هي على رؤية استراتيجية واضحة تحمي لبنان وتحفظ لبنان مش موضوع واحد يجي بلغي التحالفات أو هيدا نحن بنقبل نقبل في كل حين أن نوافق مع حلفائنا على المواضيع اللي بتقنعنا ولا لا نتماشى مع حلفائنا إذا كان المواضيع بلن نحن نطلق من قناعاتنا ونتمنى هني نطلق من قناعاته بس بهيدا الموضوع تحديدا ما عرفنا ليش القناعات إذا كان هناك من قناعات جاءت متضاربة لم نقنع بالطرح الآخر وحتى الحكم لسنا متمسكين به فليعلم الجميع نحن عنا مشروع إصلاحي تغييري في البلد إذا ما قدرنا نحققه منبلش نقيس ونزين الوجود في الحكومة أو خارجها أي أنفع للبنان ومننتهج الخطل من لقيه مناسب ويختم ليون حديثه بالتأكيد أن ما يدرج وما لا يدرج على جدول أعمال جلسات مجلس الوزراء من شأنه أن يحدد مصير مشاركة الوطني الحر في الحكومة الميقاطية